الفريق بشكل عام أما بقى فيما يتعلق بحالة المصابين منهم بصفة خاصة مبارح محمد هاني ابتدى برنامجه العلاجي ويأدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي طبعاً الكلام ده حصل على هامش ميران الفريق وكان حريص الدكتور أحمد أبو عبلى رئيس الجهاز الطبي الفريق كرة القدم على عقد جلسة مع محمد هاني قبل ما يبتدوا مع بعض التنفيذ برنامجه العلاجي طبعاً الاطمئنان على حالته نتيجة الأشعر اللي خض عليها محمد هاني أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية وأكدت أنه هيحتاج إلى حوالي ثلاث أسابيع من أجل التعافي بالكامل من هذه الإصابة وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية طيب إحنا اتكلمنا عن محمد هاني وقفشة اليومين اللي فاتوا لكن ده الجديد بعدها الجديد أو ده آخر حاجة ومستجدات الأخيرة فيما تخص محمد هاني خلينا بقى نروح لأفشة حالة أفشة كمان الدكتور أحمد أبو عبلا قال أنه أدى جلسة علاجة طبيعي مبارح في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه للعودة من جديد لمشاركة في التدريبات الجماعية وقال كمان أن أفشة هيبدأ في تنفيذ جلسات خفيفة في الجيم اعتباراً من النهاردة وحرص الدكتور أحمد أبو عبلا على عقد جلسة مع اللاعب للإتمكنان على حالته قبل تنفيذه البرنامج العلاجي والتأهيلي ويعني زي ما حضراتكم شايفين كده هو استعان للأسف شديد بعكزين لكن يعني ألف سلام عليك أفشة ما عليش هيب تبقى كده حاجة بسيطة وإن شاء الله برضو الفترة العلاجية ما تاخدش وقت طويل وفي ناس بقى يا كريم بتستغل ده وبعض الأحاديث اللي دارت مبارح السوشال ميديا برضو يقول لك يعني طب يا جماعة وغياب مثلا أفشة ومحمد هاني عن مباراة الأهلي والترجي ده ممكن يؤثر لا يعني أكيد إحنا في احتياج لكل لاعب أساسي في الفريق ولكن برضو هنرجع نقول تاني المصطلح الشهير الأهلي بما نحضر إحنا لو عندنا فريق أساسي قوي إحنا عندنا كمان يعني لعيبة غير أساسية موجودة ولكن هي تنتمي لهذا النادي فقوية جدا أسامي كبيرة جدا موجودة مفيش حد بيلبس تيشيرت النادي الأهلي يعني مش جاهز إن هو ينزل ويسد فمفيش أي قلق مفيش أي مشكلة إن شاء الله برضو المباراة بقى قوية كمان يعني نكلم أداءا ونتيجة بإذن الله